والادعاء محدش هينزل معايا القبر الدعاء ان انا كده بقول الحق لكن الحقيقة وللحق احنا كنا ظلمين رضا عبدالعال وكنا فاكرينه ده رضا عبدالعال المصري لعب الالي طلع خير رمضان الراجل قال لنا الحقيقة رضا عبدالعال الكنغولي طلع بعد المباراة على القناة بتاعته وكان زعلان من الحكم وزعلان من الفار وبيتهم المخرج وبيقول معروف انتماؤه تعاشوا فؤال ايه وبعدين هقول لكن الحكم مالو الزنب الحكم حسب جون انما الفار انت الدخلت طب اعمل زوم عكورة انما اللي احنا شايفينه ان رمي ربيع اخر واحد عمله بدماغه وطبعا اختلقه وراحه ولقه ومش لقه واتلغى الهدف اعتقد الهدف ده لو دخل كان سبب ازمة كبيرة للنادي الالي وما كانش يجيب التلات جوان اللي هو اجابهم بعد كده رودا الكنغولي بيجذب لان لا لعبت الاهل اعترده ولا جمهور الاهل اعترد ولا احنا بنتفرج اعتردنا كابتن رودا عبدالعال في هذا الفيديو هو بيتكلم عن المخرج الذي ينقل المباراة وهو كان يقصد الاستاذ محمد نصر وقال وهو معروف انتماؤه المخرج كمان الاستاذ الشامع ودود مش الاستاذ محمد نصر فهو كان بيتكلم على انه محمد نصر في الميغا برضو اتنين اللي مش فاهمه كابتن رودا عبدالعالي الكنغولي الفار ليس للمخرج سيطرة على الفار التقنية بتقول انك انت منعازل تماما وبتجيب اللقطات بتاعتك لانك وقت من كل الاتجاهات السيطة شافتها هانز الحاكم حسبها جون هو في القانون يا كابتن رودا يكنغولي الحاكم ميروحش لو اوف سايد الفار بيقوله اوف سايد باوف سايد لانه بيعمل خطوط اوتوماتيك لما ببقى فيه كارتة احمر او ضربة جزاء او هدف الوار شايفه كده بيقول الحاكم تعالى شوف بنفسك وقرر نبقى رأيين احنا لنا رأي مختلف عن رأيك يكنغولي لو انت مصري هقول ماشي ما الاهل الترجل التونسي اللاعب دخل جاب الجنكت وما تكلمناش اعترضنا وما استفدناش حاجة لكن انت بتخاطب مين يا كابتن رودا هو انت بتكره الاهلي الى هذا الحد انت تلت تربع البطولات اللي واخده واخده مع الاهلي فيه ايه يا عمي هي القراهية لترند مفيش حاجة تالتة لان ده مش نقد خليك موضوعي خليك مصري يا مصري هو طبعا استاذ خيري يعني يقوله خليك مصري مش مطلوب انه يبقى لو فيه شيء ها واضح يخالف ضميره بس مش مطلوب منه كمان ان يتحامل هو ده اللي مزعلني واحد بحجم الكابتر ريد عبد العال لا ينبغي انه الناس يشوفوا كده لان هو له كان رصيد عالي جدا عند الناس وكان كل الناس ما تتذكروا تتذكروا كلاعب كرة له قيمته كمهاري وبتاع لكن ما شفوش انه هو ويتعامل بالحب والكره بالمنظر ده والاهلي في الاخر ما يستحقش انه تكره بالطريقة دي ما يستحقش الحقيقة فا احنا بناخد الجزء اللي خص الكلام انت الحكمة دي سبقت ان اضعت بطوله على الاهلي هي هي ولما لغت الجون انت بتقول كد هتصعب الامور هرجعك تاني للمطش عايزة تتكر بس اسم الفريق المالي اللي كان لازم نكسب واحد صفر فلما دخل فينا جون اصبح لازم نكسب تلاتة الملعب المالي الملعب المالي فدخل فينا جون في ملعبنا نفس الموقف مش متعادل كمان هناك لا ده كنا خسرانين هناك واحد صفر فلاجم نجيب تلاتة جون مش نتعادل بقى ولا نكسب اتنين واحد لاجم نكسب تلاتة او فارق جولين خلاص لجوب كنتاني نكسب اربعة فكسبنا تلاتة ماتش اتحاد ليبي خسرين اتنين هناك والشوت الاولاني عدى ونص الشوت التاني وكسبنا تلاتة الاهلين ما بيرميش الفوطة فانت كمان يعني حتى لو كان ده ظنك ما تقسمش عليه يعني فيه حاجات بتزعلك او استاذ برايم مش انا هنا مش برد على واحد انا بتكلم مع كابتن رضع بالعالم لو اي حد تاني ما كانش الواحد هتكلم ولا يرد ما هو فيه ناس كتير عمالة تتاجر بكراهية الاهلي مش انت يا كابتن